بسم الله الرحمن الرحيم معنا ياولاد بإذن الله درس جديد من دروس علوم الصف الرابع ومازلنا مع المفهوم التالت وتالت الحلقات وبتتكلم عن أهمية الرياح والاستفادة من الرياح في حياتنا اليومية يلا مع بعض نروح لأول شريحة معانا ونقول إن الشمس تعتبر من مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية الربانية المجانية طبي يجي ولدي يقول لي أنت قلت عليها مستر إن الشمس المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض أقول له فعلا الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة والحرارة على سطح الأرض ولكن هل الشمس هي المصدر الوحيد للطاقة المتجددة؟ لا طبعا الأساسي الوحيد لا الشمس ليست المصدر الوحيد يا محمد يا وحيد للطاقة المتجددة ليه لوجود مصادر أخرى والشمس بتدفئ القرى الأرضية والهوى من حواليها يبقى وظيفة الشمس تدفئة القرى الأرضية وتدفئة الهواء المحيط بالقرى الأرضية وخلي بالك يا حبيبي إن كمية الشمس اللي بتوصل للأرض بتختلف من مكان إلى مكان مش قد بعض مما يسبب حركة الهواء وهبوب الرياح يبقى لو جالك سؤال حركة الهواء وهبوب الرياح مين السبب فيهم حرارة الشمس وكمية الشمس اللي بتصل إلى الأرض طيب مين الصورة اللي قدامنا دي الصورة اللي قدامنا دي توربينات هوى أو يقولوا عليها مراوح هوائية يبقى ممكن أطلق عليها إيه اسمين مراوح هوائية أوكي طيب والتانية توربينات هوائية طيب ودي بتبقى موجودة في الأماكن الصحراوية طيب بتتحرك إزاي طاقة الحركة الناتجة من الرياح آه يبقى الهوى له دور الرياح لها دور تحرك مين تحرك الأزرع أو الشفارات بتاعة الطواحين الهوائية فتتولد الكهرباء لأنها من المراوح الحديثة وليست القديمة اللي كانت بتستخدم زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت في طحن الحبوب يبقى الطواحين الهوائية القديمة لطحن الحبوب أما الطواحين الهوائية والمراوح الهوائية والتوربينات الهوائية الحديثة لتوليد الكهرباء وبتعتمد على طاقة الحركة اللي جاية من الرياح طيب هي فعلاً ولد الكهرباء يا مستر حامل الكهرباء دي توصل لنا إزاي؟ يتم نقل الكهرباء النتيجة من التوربينات الهوائية لما نزلنا وأماكننا عشان نستهلكها عن طريق أسلاك ضخمة يبقى الأسلاك هي اللي بتنقل الكهرباء من مكان إلى مكان آخر طيب العلماء بيستعينوا بإيه؟ بنمازج للتنبؤ بسرعة الرياح في مناطق مختلفة يبقى ببازة يستعين العلماء لمعاركة سرعة الرياح بالنمازج طيب من أفضل مكان يا مستر حامل محط في التوربينات الهوائية؟ قال لك أفضل مكان المناطق اللي عندها شدة في الرياح زي الأماكن الصحراوية وقلت لك الحصة اللي فاتت إنه وإنت مسافر من بلد لبلد غالباً ما بتشوف المراوح الهوائية عطيء يقوم يجي ولد يقولهم ما عاملينها للناس اللي في الصحرة لا مش عشان الناس اللي في الصحرة مش علشان الدنيا حر مش علشان تجيب هوا بالعكس ده علشان الهواء يحرق الأزرع فيولد الكهرباء يا لانا طيب الشكل اللي قدامنا بيوضح مين؟ سلسلة صور الطاقة في أحد التوربينات الهوائية يعني إيه مستر؟ يعني هيبين لك إزاي المروحة الهوائية بتولد الكهرباء بداية من الشمس اللي احنا بنقول عليها تسلسل صور الطاقة بداية ده مين ده أرس الشمس والشمس بتشعي طاقة اسمها طاقة إشعاعية وفي الأماكن الهواء اللي أصد الشمس بتختلف درجات الحرارة في هوا بارد وهوا ساخن يعني ده طاقة إيه حرارية بعد كده بتروح لمين؟ للتوربينات بتاعت الرياح اللي بتتحرك بوسط الطاقة ميكانيكية ماشي؟ وتوصل بقى لما تولي الكهرباء في محطات توليد الإيه؟ القهرباء ودي شكل لخطوط القهرباء والقهرباء الناتجة منها واللي بيتم نقلها عن طريق أسلاق ضخمة إلى أماكن الاستهلاك تروح بقى مثلا لمدفئة تطلع لك حرارة تروح لمكوة تطلع لك حرارة تروح لراديو تطلع لك صوت وهكذا حسب الجهاز المستعمل يبقى الشمس بتشع طاقة إشعاعية حواليها اختلاف درجات الحرارة أماكن هواء بارد وأماكن هواء ساخن بتاخد أشعة الشمس بقى طاقة حرارية بعد كده تروح لمين؟ لتوربينات الرياح توربينات الرياح اللي هي المراوح الهوائية تتحرك الأزرع بالطاقة الميكانيكية أو الحركية فتتولد الكهرباء في خطوط الكهرباء وتنتقل عبر أسلاك إلى منازلنا وأماكن الاستهلاك وإذا كانت مدفأة تنتق طاقة حرارية وإذا كان جهاز آخر يولد صور أخرى للطاقة تعال نخذ بعض الأسئلة الخفيفة مين المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض؟ أقوله الشمس المصدر الرئيسي طيب الشمس تدفئ مين؟ أقوله الشمس بتدفئ الأرض وتدفئ مين؟ الهواء اللي حوليها تختلف كمية الطاقة أقوله تختلف كمية الطاقة الشمسية اللي بتصل إلى الأرض مما يتسبب في حركة مين؟ في حركة الهواء وهبوب مين؟ وهبوب الرياح الطاقة الحركية النتيجة من الرياح بتسبب حركة أزرع مين؟ حركة أزرع الطواحين الهوائية عشان تنتج مين لإنتاج الكهرباء؟ تنتقل أو تنقل الكهرباء من إيه؟ إلى مكان الاستهلاك بوسط إيه؟ بوسط كده الصورة دي بتنقل الكهرباء من مين؟ من التربنات الهوائية لمين؟ لأماكن الاستهلاك يبقى تنقل الكهرباء بعد ما بتتولد منين؟ من التربنات الهوائية لأماكن الاستهلاك بوسطة مين؟ بوسطة أسلق ضخمة يقولوا عليها كبلات كهربية يستعيني العلماء بمين؟ بالنمازج لتحديد سرعة الرياح في أماكن مختلفة أفضل الأماكن للتربنات الهوائية تتحط في الأماكن شديدة شديدة الرياح زي مين؟ الصحراء والأماكن الصحروية دي ورقة تدريبية على الشريحتين السابقتين لدرسنا الصغير المفيد الاستفادة من الرياح ويتبقى لنا درس واحد اسم الماء المتساقط ونختم بالمفهوم الثالث من الوحدة يارب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم بإذن الله اشتركوا في القناة